الي هذا اليوم واللي هي مع فيروس برنامج يوم جديد جنان فكتوري صباح سجنان ونورتينا صباح الخير يوم صباح الخير هالة صباح الخير عمار وشلونكم عيني الحمد لله أنا أعرف شنو موضوع شوياي دتأشرلي شيء أي أي استغربت يعني أول مدخلت القناة مركزتي انتي على الموضوع بيني بينها لا لا أنا معظم شيء يعني تبنين فأشتركي لها على شنو بيني 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 يلا اذا نضح أخليش فيها جمهوريش اللي دايين ينتظرون ومع الاتصالات وإن شاء الله اليوم خير وبركة إلتش وإلهم إذا المشاهدين مع جنان فكتور وعلم الأبراج لكن بعد الفاصل يسأل صباحكم أحبتي أهلا وسهلا بكم ومرحبا وفقرة الأبراج لهذا اليوم تمنياتي لكم بنهار تملأه البركة والشفاء لكل المرضى إن شاء الله يا ربي وإلهي نتمنى من كل قلوبنا ذلك أهلا وسهلا بكم تحياتي لكل زملائنا في كادر قناة الرشيد أسعد الله صباح الجميع أهلا وسهلا بكم أحبتي هذه الفترة يعني يصير أكوفة حركة بالخارطة الفلكية كواكب تغادر مواقع وكواكب تريد تدخل إلى مواقع في الخارطة الفلكية فلهذا رح نسلط الأبواع عليها إن شاء الله في لقاءنا هذا اليوم ونشوف وين موقع الكواكب طبعا الشمس أكيد دخلت إلى برج الأسد وتحدثنا بذلك وبدت لهم سنة فلكية أكيد بوجود الشمس في برج الأسد مع وجود زحل وأورانوس فأكيد بمسيرة الشمس هناك فالتربيع رح يحدث في التربيع وده نلاحظ أنه الفترة الحالية كثير من الأمور المناخية تلعب دور كوكب أورانوس من الكواكب التي تسيطر على القشرة الأرضية وكوكب زحل أيضا من الكواكب اللي إذا حدثوا إياها تربيع أو مواجهة ممكن أنه تسبب إشكالات طبيعية فالكواكب تشير إلى أنه في هذه الفترة يعني حسب ما نلاحظ ونشوف وخصوصا أنه اليوم القمر قد اكتمله في برج الحوت فالقمر اليوم في برج الحوت وهو يعني ده يكمل في أوج تأثيره والقمر يؤثر على المياه حسب ما ده تلاحظون أحبتي أنه كثير من الدول ده تعاني الفيضانات وتتعاني هالمسائل هذا الله يبعد الشرع عن الجميع وينعم على الأرض بالسلامة هذا الكوكب اللي ده نحاول جهد إمكاننا أنه نبنيه ونطوره لكن للأسف ده نلاحظ أنه الظروف المناخية والظروف الوبائية اللي ده نعيشها يعني ده تأذي المجتمع وده تأذي كذلك هذا الكوكب هذا الكوكب اللي سبحان الله خلقه لكي يكون يعني كوكب يعمه بالحياة يعمه بالمبادئ يعمه بالسلام يعمه بكلمته يعمه بمبادئه اللي نقلها إلى أهل الأرض والخلائق خلائقه وبالأخص الإنسان لكي يتمتع بما أراده الله أن يكون فلذلك أحبتي علينا أن نكون هكذا فأحيانا الفلك يرسل إلنا رسائل اندار أو رسائل يعني مثل شون يقول تنبيه من هذا التربيع دخول الشمس إلى برج الأسد تشير إلى أنه في هذه الفترة احتمال حدوث تربيعات وهذه التربيعات مع كذلك عودة المشتري إلى برج الدلو متراجع يوم 28 رح يخلي الفترة بها نوع من الالتزام بأمورنا الحياتية الالتزام بأمورنا الصحية الالتزام بأنه نحافظ على وضعنا نحن نعاني من الحرارة الشديدة وغيرنا نعاني من مشاكل أخرى فهذا ما لا نتمنى نرفع يدينا بالدعاء إلى الباري عز وجل لكي يرفع هالإشكالات اللي نعاني من عندها الإنسان على هالكوكب راجين أن تكون اليد الله ويد البشر أيضا مسؤولة لكي يكون هذا الكوكب دائما يزهو بالجمال يزهو بالحياة يزهو بالسلام يزهو بالخير أني أرى الاتصالات يعني موجودة في أسفل الشاشة إذن أن هناك اتصال فضلي فاطمة صباح الخير صباح النور أهلا أهلا فاطمة شونج قلبي أهلا في الجنان أنا مشتركة بالبرنامج وصالة جمنا وانتظري بنتي مدى سمعش مدى سمعش زين في الجنان ممكن تعرفيلي على برج الحمل وبرج القوس عن الإنجاب الحمل والقوس عن الإنجاب حاضر حاضر هذه الفترة كلش ملائمة للإنجاب بنتي العزيزة الإنجاب طيب بنتي أوكي يا فاطمة تدللين وعندي أسماء نعم تفضلي أسماء صباح الخير يوم سلامة هلو يسعني ممكن أعرف كل دخولي واحد موالدة والموالدة تسمى 14-5 والآخر 29-5 أرباطعش خمسة 29-5 نعم هذول حاول شنو بنتي استفسارتش وأن النجاح أن يعني حياتهم النجاح الحياة بصورة عامة حاضر حبيبتي نعم 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 حبيبتي أسا يجي وأقول لي أسا يجي وأقول لي تدللين تدللين أسماء يا قلبي كل الهلبيتش كل الهلبيتش بعد أكد تصال آخر لم تم مcons الورب موجود الجو مانو تفضلي يا فاتن تفضلي يا فاتن يسع الصباحة ميتها ليا قلبي ميتها ليعيني تفضلي أهلاً وسهلاً أهلاً بيج حبيبتي أجي مواليك 94 أين 24 24 أولي أكر جوع الزوجها منصالحها في الدول ينبش أريد هاي يعني حالي حالي متأثرة وأريد أحرف حتى ما أتنجل هو الزوج الزوج من حبيبتي فعتن مواليك 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 هو بتفعين بتفعين أي يعني يا شهر مرج السرطان هو مرج السرطان ماشي يوم إي وآلاً علم فحتي هو الخلاف إيش قصار سبعة 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 ستة وخمسة سبعة ستة وخمسة حبيبتي يا قلبي الخصام ايش قد صار له اربعة الشهور خمسة الشهور لا لا صار لهم اربعة ثمين كتثين مقطات من فصلين وهسا دا يريد يرجع ايو والله يريد يرجع هسا هسا تذكر لو هو كان يعني يريد وبعد يعني احنا رفعتنا الشروط وشغلات وما قدلنا بس هسا يريد يرجع اثماني وعشرين ستة اثمانية وعشرين ستة هذا الزوج تدللي تدللي مسلمين عليها البنت عزيزتي وان شاء الله ربنا يوفقها ويوفقها يا قلبي اتفضلي امنة السلام عليكم ميتها يا قلبي ميتها يا عيني هلو ميتها شرفتيني امنة نعم برجل تقليل يا قلبي ميتها يا قلبي ميتها اي بنتي كل الهلبيج الستة الصبر يعني جاية للدنيا نعم حبيبتي طلت العمر الله يستمج عيني بس يعني تتعرف عن حظ والحياة الحظ والحياة ان شاء الله يجعل حظها وحياتها ايجابية مواليدها كلش حلوة كلش حلوة اوكي زين تدللون فاذا فاذا القمر هذا اليوم احبتي في برج الحو نجي بسرعة 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 نستعرض الخارطة الفلكية واكو معلومات اريد انطيكم ياه الشمس موجودة في برج الاسد اوكي واواخر المريخ المريخ يوم ثلاثين رح يطلع يروح الى برج العذراء فاذا المريخ هسه اذا هو هذا الاسد وهذا العذراء فده يريد يطلع يروح للعذراء فهذه الفترة اجده تعتبر ضاغطة على مجموعة العذراء من هالصفحة عندنا نبتون والمشتري اللي شوية رح يخفف من على العذراء في انه يوم ثمانية وعشرين رح يرجع متراجع للدلو فرح يبقى بس نبتون هذه الفترة اتمنى منكم مواليد برج العذراء ننتبه جدا للصحة الامور اللي يؤثر بها المريخ يسوي ترى عصبية مفرطة يسوي عصبية مفرطة خصوصا اذا كان ضاغط يسبب بعض الاحيان اكتئاب اذا كان وين في البيت الاخير يسبب عصبية مفرطة يسبب الرغبة في انه الانسان يريد يطلق ما في داخله فمثلا اذا كان عندي فتخلاف معين مع شخص فاني عصبي وصير عصبي فرح يعني انفتح لا يحمد عقباه زين لما نعدنا هذه النقاط واكو ناس من هالأبراج متزوجين فانحنا شنسوي نطلق العنان الهالامور ونخلي المشاكل الصير انبه تنبيه اي باب يفتح العذراء وياكم هذه الفترة دخلوا من هالاذن طلعوا من هالاذن وحاولوا تكونون اكثر تعاطف معه ترى مضغوط جدا يعني الزوجة ممكن انه من برج العذراء وخصوصا اذا كانت مولودة برج الحوت يعني ترهم الصدفة عذراء وحوت متزوجين هم بيت الزواج بس ضغط المريخ كلش ضغط عليهم وعلى نفسيتهم بشكل هو من وجودة من دخل الى برج الاسد اذاهم وهس الشمس ايضا دخلت الى برج الاسد بش يعني ذلك يعني انه هذه الفترة يجب ان تكون بالنسبة لهم فترة تخطيطية حياة الزوجية يجب انه احنا نحافظ عليها عزيزاتي الزوجات شوفوا حتى اعزاء الازواج بس احنا نخلي الثقل على المرأة لان المرأة هي ام البيت ويجب ان تحافظ على البيت فالخلافات المشاكل لتوسعوها عرفوا انه هذا الشخص مضرر هي مسألة وقت وتنتهي بس رح ينتقل لهم المريخ رح يكون الوضع شوية اهون هل كآبة تروح هل الانفعال الزايد يروح هل تحجج الزايد على ابسط الامور يروح لان نفسيته كلش تعبانة اكو قسم نفسيتهم تعبانة فهالفترة استحملوا شوية احنا دا الريد في هذه السنة وفق هذا العلم اريد افيد الكثير في انه ما ريد ساعة عصبية تسبب انفصال اريد نخفف من هالمشاكل هذه فاحنا لما ننطي خبر قبل انتو رح تعرفون فتحتاطون هذه الفترة لا تصعدون نغمة الخلافة ويا مولود برج العدرة يا احبة المتزوجين الاولاد شوية رح يكونوا عندهم نوع من التمرد ما يسمعون كلام ضايجين هالامور تراعوا يعني نفسيتهم مو بيديهم المرئيخ خصوصا عذرا في هذه الفترة ضاغض جدا على مجاميع العذراء احنا دا نحاول قدر المستطاع نوصل لكم المعلومة حتى نستطيع ان نحسن التصرف لو ما احسننا التصرف في هذه اللحظة او في هذه الفترة لا يعني ممكن انه تحدث مشاكل والمشاكل تكبر وواحد يجاوب الله وهالامور هذي والنتيجة النتيجة اش راح تكون فاذا حافظوا على بيوتكم حافظوا على منازلكم هدوء منازلكم سلام منازلكم علاقتكم ويا ازواجكم علاقتكم ويا الاولاد هذه الفترة اترجاكم مشوها شلوم ما يكون استحمل هذا هو لاجل هالمنزل يجب ان يكون مبني اذا اواصل وياكم ان شاء الله لكن بعد هذه الوقفة الاعلامية هياكم الله حبابي اليوم جبت لكم منحف الخماسي اثبت المناحف الخماسي هو من اقوى المناحفات على الاطلاق بعد التجارب العديدة يحتوى على افضل المواد العشبية الحارقة للدهون وقاطع للشهية يمتاز هذا المناحف بسرعة التنحيف وطبعا عكس باقي المناحفات حيث يتم النزول من نصف كيلو الى كيلو يوميا ايضا يحتوي هذا المناحف على كورس من ثلاثة علم قاطع للشهية حارق الدهون وايضا الملين الملين القاطع للشهية يستخدم مرة واحدة بعد الافطار اما حارق الدهون حارق الدهون يستخدم مرة واحدة بعد العشاء نرجع على الملين حبايب قلبي الملين تستخدمه عند الحاجة فقط للطلب والاستثار الاتصال على الارقاب التالية اهلا وسهلا بكم وعودة الى فقرة الاضراج ونتحدث ايضا عن الكوكبة المريخ فيا مجاميع العذراء وكذلك المحيطين بمجاميع العذراء سواء كان اهل سواء كان ازواج شوي يطولوا بالكم وياهم هذه الفترة اخلقوا لهم الاجواء المناسبة حاولوا قدر المستطاع ان تخففون عنهم اذا كان الشخص مثقل او مصاب بمرض يمكن تكون الفترة ضاغطة شوية خصوصا بالنسبة لكبار السن يعني كبير السن اذا كان مولود برج العذراء فهذه الفترة ممكن تكون شوية ضاغطة خصوصا وان القمر هذا اليوم ببرج الحوت فراح يكون ضاغط جدا هذه الفترة هاليومين الى ان ينتقل القمر الى برج الحمل ومن ثم ينتقل منه ينتقل المريخ الى برج وبقالة كم يوم الى برج العذراء شوية هالاربع تيام طولوا بالكم ويمولود برج العذراء اخلقوا له الاجواء المناسبة حاولوا اذا كان منفعل فحاولوا لا تخلون الانفعال يكون متبادل ما يخالف استحملوا لان هذه الفترة ترى هو مضغوط جدا 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 فلهذا السبب كونوا انتوا القلب الكبير كونوا انتوا القلب الرحوم كونوا انتوا اللي تستطيعون ان تتجاوزون هذه الفترة بتحمل لانه هو هذه الحياة يوم واحد يشيل الله يوم انشيل يوم اني اشيل فلان باتر باتر هو يشيلني ان شاء الله يا ربي يخفف الاجواء واني انطيتكم الاخبار حتى تكونون على علم اتقنوا فن التصرف في الوقت المناسب اذا اتقننا فن التصرف بالوقت المناسب وما كانت قراراتنا مبنية على العاطفة والعقل ذاب بي بالمنور فهالامور ما راح اتجيب نتيجة اترجاكم هذه احنا كنصح من منطلق علمنا نساعدكم في انه كيف نحسن التصرف هذه من ناحية من ناحية اخرى كوكب اخر ايضا دا يضغط على مجاميع الاسد اللي هو عطارد عطارد ايضا ان شاء الله بعد يعني يكون يوم سبعة وعشرين راح ينتقل الى برج الاسد فرح يكونون الشمس وعطارد ويا برج الاسد اذا على هالاساس احبائي مواليد برج الاسد في هذه الفترة ننتبه جدا الى موضوعة الصحة خصوصا واحنا ضمن جائحة كورونا وين يؤثر يؤثر عطارد على الرئيس يؤثر على الذاكرة يؤثر على الرئة والجهاز التنفسي وعملية تمثيل الغذاء والحركة فحاولوا انه تحتاطون في هذه الفترة جدا 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 وننتبه الى صحتنا ونحاول قدر المستطاع ايضا انه يعني اذا كنتوا على ابواب سفر فالسفر شوية هسه هاليومين اتركوا اتركوا الى ان يدخل العطارد الى برج الاسد رغم انه يعني وجود او دخول عطارد الى برج الاسد احيانا راح شوية يخلي الخارطة الفلكية شوية متشنجة بس هالتشنج ان شاء الله مع حركة بعض الكواكب خصوصا انتقالة المريخ شوية تخفف الاجواء تخفف الاجواء فلهذا احبتي مواليد برج الاسد مواليد برج العذرة كونوا اكثر صبرا ننتقل الان الى مواليد برج الحمل عزيزي مولود برج الحمل هذين اليومين كون اكثر صبرا في التعامل مع الامور كون اكثر صبرا في التعامل مع الامور انت القمر عندك مكتمل تأخذ كم من السوائل ننتبه الى صحتنا كذلك هناك اشكالات يمكن اذا كان على صعيد الاسرة او اذا على صعيد العمل شوية حاول انه تكون اكثر صبر في التعامل مع الامور وكذلك ننتبه الى مجالة الصحة الصحة مطلوب دائما الانسان كلتنا نحتاج الى سلامة الصحة لكن اكفت ابراج معينة من دا نقول لها ننتبه الصحتنا وخصوصا واحنا ضمن هالجائحة ننتبه الصحة لان مناعتكم قليلة اوكي يا بي اوكي يا جماعة اكلكم لا يكون كلش دسم لا تكثرون من الخروج في هذه الفترة حاولوا قدر المستطاع انه تكون الفترة تخطيطية في امور كثيرة يمكن او في نقاشات او اكفت اشياء مثلا مطلوب من عندي انه ادخل بيها هذه الفترة ما ادخل بيها احاول قدر المستطاع انه احيط نفسي بهالة يسموها هالة السلامة هالة السلامة انتو في هذه الفترة محتاجيها هي كم يوم هي كم يوم وان شاء الله الامور تكون اكثر ايجابية القمر اليوم في برج الحوت فهو دا يكون ايجابي بالنسبة المجامع منه مجامع الدلو ماهو بالنص يعني ماهو من الازمة اجي باقسمة بالنص دا تستفيدون 50% هال 50% خلا استفيد منه مو ما استفيد فتش فرد مرة يعني على الاقل شوية استفيد فعندك استفادة مولود برج الدلو 50% من هذه الفترة خصوصا في تعاملك مع الاخرين وخصوصا في حل موضوع مادي راح تلعب المادة دور في هذين اليومين ممكن انه تحصل على شيء منه المستفيد ايضا من هذا التواجد القمري مستفيد مواليد برج الجديد مواليد برج الجديد ممكن تكون هذي فترة استشفائية ايجابية بالنسبة لكم ممكن انه تكون فترة نقدر نتعامل بيها نتمم بيها اعمالنا اذا كان عندنا علاجات نستنفذها لانه طاقة القمر الكامل ممكن تساعدكم على الاستشفاء خصوصا في تسيير الدم والماء واللمف اللي هو من القنوات المفيدة جدا الغدد اللنفاوية في اعانة الجسم كذلك المستفيد منه يا احبتي من هذا الوجود القمري هم مجاميع السرطان ثم كذلك مجاميع الثور وكذلك مجاميع لا بئس للأسد وللعقرب لا بئس للأسد وللعقرب ولا بئس للميزان فهذه الابراج هي اللي دتكون مستفيدة من هذا التواجد القمري اما الابراج اللي مذكرتها مولود برج الجوزاء والعذراء ممكن انه هذه الفترة شوية ننتبه مثل مذكرتكم لانه القمر مكتمل بالحود وعدنا كذلك المريخ ده يضغط على مجاميع العذراء الابراج شوية نحاول قدر المستطع نستفيد مواليد برج الأسد القمر وجود القمر ده يكون شوية شفيع في انه شوية ترتبون اموركم كان القمر بالدلولة مؤثر هسه ده ينتقل للحوت وبعد ذلك يروح للحمل أكيد فرح تكون الفترة شوية أقل يعني من وطأ حتى ينتقل لكم منه عطارت فرغم كون انه اكو وجود الوجود القمري ممكن يساعد كتخفيف من تأثير او ضغط الكواكب أحيانا فهذه هي فتخلاصة للوبع الفلكي بصورة عامة أتمنى للجميع الخير والسلامة وما وصيكم يا جماعة العذراء أريدكم تكونون قد المسؤولية كذلك جماعة الأسد جماعة الحمل أريدكم تكونون قد المسؤولية في هذه الفترة في الحفاظ على الصحة في الحفاظ على المنزل في حفاظ على الأجواء بصورة عامة إذا كان عندنا فالتنبيه هناك تنبيه أكو إلى حلول أبعد عن الشر وأغنيلي يعني هذا فتش مستلزم من عندنا أحيانا يعني أحيانا في أحيان كثيرة أحيط نفسي بهالة السلامة سواء كان من خلال تعاملي مع الآخرين سواء كان على صعيد الصحة هذا يمكن فتخلاصة معينة للوضع الفلكي وإن شاء الله الخير والسلامة والسلام للجميع ننتقل الآن إلى الإجابات أحبتي عندنا فاطمة تقول أريد الحمل بين الحمل والقوس بالنسبة للإنجاب بنتي العزيزة مواليد برج الحمل هذه الفترة مناسبة جدا لكم للإنجاب وجود الشمس وبعد يومين رح يدخل عطار إلى برج الأسد بيت الأسد هو بيت الإنجاب بالنسبة لمواليد برج الحمل وهو مناسب جدا لمواليد برج القوس لأنه من نفس ذات الطبيعة فإذا كان هناك إشكالات صحية تكميلية أو تمهيدية لعلاج معين فهذه فترة مناسبة جدا للإنجاب ممكن أن تكون الفترة مناسبة حينما إن شاء الله يكون بالنسبة لكم القمر في برج الجوزة يكون يوم 2-8 يكون في برج 7-8 في برج الأسد يكون كذلك في برج العذراء يوم 10-8 هذا رح يفيدكم هذه الأيام جدا عندك كذلك 16-8 يكون بالقوس عندك كذلك 20-8 بالدلو و 25-8 يكون في برج الحمل الناري إذن هذه الفترة جدا مناسبة للإنجاب يا أحبتي اللي من مواليد برج الحمل والقوس يعني هالأيام اللي ذكرت لتياها ومع بقية الأيام هذا فيما يخص موضوع الإنجاب عندي أسماء تقول 14-5 و 29-5 14-5 آخر الثور مجموعة أو كوكبة الثور و 29-5 أول الجوزاء بالنسبة إلى الطالع لـ 14-5 هذا يعتبر طالعة الجديد طالعة الجديد إذن مجموعة ترابية بحتة رقم الأول خمسة والرقم الثاني واحد هذا يعني أنه هذا الإنسان برقم خمسة واحد معناه أنه الشمس متدخله بشخصيته وكذلك كوكب عطارد من يدخل كوكب عطارد في اسم أو رقم الإنسان معناه هذا أنه هذا الإنسان يتحلى بالذكاء لكن مع تراجع هالكوكب دائماً هذا الإنسان يتشوش يصبح شوية صعب الميراس قراراته غير متوازنة فلهذا السبب لهذا السبب ننصح أنه دائماً العطارد يتابع تراجع عطارد لأن أحياناً يمكن بوقت تراجع عطارد يخطي خطوة وما تكون ناجحة أو يتخذ فتقرار وما يكون ناجح لكن بصورة عامة هذا الإنسان ذكي جداً ولماح جداً جميل الطل هذا من رح يكبر رح يكون في الشخصية هيبة وإلى ثقلة ووزنة من المفترض أنه هذا الشخص يعني عندها فد موضوع شوية التشاؤم نسبته شوية كبيرة فنحاول في تربيته نعلمه أنه كيف يتخطى هذا التشاؤم تسعة وعشرين خمسة الرقم عندنا أيضاً واحد وخمسة أيضاً نفس الأرقام هم واحد وهم خمسة صاحب شخصية قوية جداً هذا الشخص وعنادي كلش للحقيقة وللأسف فواجب الأسرة أنه تعلمه هم شوية يخفف منها الإعناد الطالع إذا كان جاي الصبح فهو القوس وإذا جاي مساء فهو الحوت بالنسبة إلى الحياة بصورة عامة هذا الشخص إنسان شوية مرح متفائل هذا الإنسان يعني إليه مو مثل الآخر أكثر اجتماعي أكثر إيجابي أكثر نظرة ذاكا لا شوية عنده تشاؤم هذا لا ما يعرف يعني التشاؤم لا عذراً لكن أنه هناك أيضاً فد مفاصل معينة شوية عنيد يكون هذا الإعناد نحاول قدر المستطاع أنه بكلام إيجابي بكلام طيب بهالأشياء نحاول أنه ننهي أو نخفف من هالإعناد اللي هو يملكه ما نجبر على شيء هو ما يريده في الأوقات الغير مناسبة من نصرخ يعني أو مثلاً نطلب منه أشياء ما رح يكون مستجيب لذلك هذا الشخص ممكن يكون إنسان يصلح أن يكون محامي ناجح ممكن يكون إعلامي ناجح جداً ممكن يكون أيضاً يمشي في سلك الطيران يكون طيار يكون مضيف طيران يكون كل شيء إلى علاقة بالناس وكذلك جانب التدريس وبما أنه شطور وكوكب عطارد فمن الممكن أن يكمل دراسته ويكون أستاذ جامعي ناجح أو موظف في مؤسسة نافذة موظف في مؤسسة نافذة شجعوا قدامهم ذول مستقبل جد حلو لكن نشيل هالعناد والتشاء عندنا فاتن تقول 19 دعش ومولود برج السرطان يريد يرجع لها مولود برج السرطان أكيد الفترة الحالية مناسبة جداً لاتخاذ قرارات إيجابية لكن برج السرطان خلنجي نشوف 28 ستة شنو في الم 28 ستة يا حبيبتي أول ما تجي تدخل الشمس يوم 22 ستة فتبدأ مجموعة برج السرطان إذا هو أول مجموعة من السرطان يعني الكوكب المؤثر يكون شنو الزهرة إذا كان جاي صباحاً تطالع البرج الساعد إلى هو الثور وإذا كان مسائن فالبرج الساعد إلى الميزان هذا من باب بس أرجح لأنه عندنا أقرب فأني أرجح أنه هو طالع ميزان لأنه شوية الأمور تنطيفة شخصية تأذي السرطان لا بأس يا حبيبتي في أنه الإنسان يشعر أحياناً بخطأه لابد أنه يرجع الحياة الزوجية يمكن شعر بخطأه يمكن حس أنه هي هاي الإنسان الأصلح إليه لكن أكفت أشياء هي أيضاً لازم تغيرها في حياته هو كان كمولود برج السرطان مضغوط جداً من خلال أمور صحية من خلال أمور نفسية من خلال كذلك وضع مادي فهذه كلها تأثر على علاقاتنا مع الأزواج خلي تفكر زين لا بأس في أن تعيد الحياة لكن على خطأ إيجابية خطأ جديدة نقول يا الله نفتح صفحة جديدة لكن مع هذه الصفحة الجديدة هناك أشياء قديمة في أطباعنا وفي تعاملاتنا يجب أن تنتهي أكيد بقتلي قسم من وفاة وآمنة إن شاء الله بكرة أرد عليكم لأنه وصلني خبر قالوا وقت فقرتش خلص وتجاوزتي وأنا آسفة أتمنى لكم يا ربي وقت إيجابي تقضوا بالمحبة بالخير بالسلام دائما وأبداً لكم تحياتي أنقل لجوة إلى هالة وعمر جنان وإن شاء الله أمن وإمان وسلام لكل المتابعين وإنما يكونوا وهمشي أيضاً الصحة والعافية والسلامة إليش وإلهم إذن مشاهدينا ومتابعينا وصلنا إلى آخرتان حلقتين هذا اليوم تقبل تحياتي بتقديم عمر محمد وهالة وبالإخراج أليكس انتظرونا باشاً في نفس الوقت مع السلام